سبت الكروم إمتى؟ 84 84 كان سكتك واتجاهك لفين؟ سكتي واتجاهي لما طلعنا ألمانيا مع المنتخب رجعت من المنتخب فألمانيا نفسها كانت يعني برضو عايز أقول لها راك نقطة فريقة في حياتي تحول بقى إن أنا اتشدت قوي لعبت النادي الأهلي و أنا كنت ميال للنادي الأهلي في الفترة دي طيب حولك على حاجة عشان برضو إيه ما نسبقش الأحداث وإنت بتلعب في الكروم إنت جيبت الجول في النادي الأهلي مضبوط حنشوف الجول دا شوف أنت ديسة فاكر وتحكي لنا قدي الجولة هوت مثلا اللي دخل إنت جيبت الجول في إكرامي كان إكرامي دا ساعتها وحش وحش أفريق فاكر الجول دا؟ فاكره طبعا فاكر الجول دا كويس دا الكابتن ماجدي عايزة بتدامعي في أمريكا برضا والله بس الكابتن الإكرامي يتلع فيها كويس قوي وده رب حسام البادري مش فيها فدا كان بداية ظهور أيمن شاوئي بقى على الساحة إن فيه لعيب اسمه أيمن شاوئي دا هيبقى منتخب مصر وهايبقى أي نادي من الأندية الكبيرة ممكن تاخده مضبوط اه يعني هي السنة ديات اللي بقولها راك خد فيها الدف دوري وماكملتش الدوري مع فرقة الكروم والسنة دي سنتها يعني الدور الثاني كله اتلعب بدون الدوليين لو حضرتك تفتكر أيوة ونادي كروم نزل لما رجعت كذا نادي كلمون زي مثلا البداية كانت مع النادي الأهلي النادي الأهلي مين من النادي الأهلي اللي كلمة كلها كلمني الله يرحمه كان ساعتها للعميد محمود محرم الله يرحمه يا حسن الله لو تفتكر مجدي بالدقاء اه طبعا اه وكان فيه لأستاذ ممضوح نور لو كان مدير إداري للريبورة الطايرة اه وده كان صاحب خلي وصاحب والدي ايوة فهما الثلاثة جمب وقالوا ان طبعا العميد محمود محرم قال ان هو مخول من النادي مجلس الإدارة بالضبط ان هو يتكلم معي نعم فكان كل الكلام أصلا مع والدي وانت متعرفش حاجة انت ماشي في سكتك والوالد هو اللي بي هو الوالد اه هو اللي بي اتفق معاه قالوا له اه احنا عايزين ايمن في النادي وعايزين نشوف يعني اللي انتوا عايزينه ونتكلم ازاي هل اتفقوا في نفس الوقت ولا سابوا لا 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 سابوا مفتوحة مفتوحة اه حوالي المدة كانت تقديئه تقريبا انت حلمت انك تبقى موجود في النادي الاهلي كان حلم بالنسبة لي اه ومرة واحدة الاتنصالات وكل حاجة اتقطعت لمدة شهر وشوي ايه الفترة الاحساس اللي انت حسيت بيه في الفترة دي ايه احساس بالفشل فشل اه احساس بالفشل واحساس مش شوي سرجع تلعب تاني في الكروم ما هو هي اه يعني انا قلت الكروم محطة اه ومفيش افضل من الفرصة دي لان انا واخد هتدف الدوري وانا صغير ان انا اتنقل لنادي كبير طيب النادي الاهلي جيب مفيش حد يجير انت وتليك اه امين نادي الاتحاد وبعدين نادي الزمالك ورحت بقى انت اقرب حاجة انت لكي رحت الاتحاد اه بس ما روحتش ما روحتش لا ما روحتش انم هم طلبوك كان عندي امل كان عندي امل النادي الاهلي ترجع ال صارات تاني طب انت وانت في الانتالي لقت تقولك اني عندك ميول للإسماعيلي وللالاهلي في الاوف نزبوط ولما روحت المنتخب خلاص تمسكت بالنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي اللي لتم مقريبين من تبكيرك حد صحية soحية بعد ما انقطعت الصلة اللي هي او كلام اللي بين النادي الاهلي وبين والد انت مفكرتش في اي نادي تاني والدي اتكلم معي فأنا برضو مش يعني مش عايز أضيع فرصة النادي الأهلي فقلت له طب نستنى لحد آخر لحظة فهو برضو قاعد يفكر شوية وبعدين جي فترة من فترات بعد شهر بقى شهر شوية قال لي مفيش لحظة تاني بقى حن بقى كده فلازم لازم ناخد قرار دلوقتي فبقيت أنا مش عارف أوليه يعني كان عندي آمل أن أنا أروح للنادي الأهلي فسبحان الله ما أخدش قرار برضا ولا هو أخد قرار تاني يوم عادت شهر شوية والإشار ده عاد عليها صعب جدا كويس وأنت ما نعبتش بقى الفترة دي كلها خالص ما احنا خلاص الدوري خلص أنا رجعت كان فيه ماتش للمصري بورسعيد وكان الكروم هبط وأنا لعبت كانت إيدي مكسورة ساعتها لعبت شوته شوية كده وما قدرش أكمل وخلص الدوري خلص رجعت الاتصالات تانية رجعت الاتصالات بعد شهر وشوية كويس في اليوم ده المين اللي تكلم العميد محمود محرم تكلم والدي بس المرة دي خد معاد خد معاد مع الوالد تاني يوم في النادي الأهلي في النادي الأهلي يعني قالوا تعالى ان النادي الأهلي تاني يوم بكرة كويس وانت معاه وأنا معاه طبعا بعدها بساعتين نادي الزمالك تكلم مسؤولين في نادي الزمالك تكلم بعد النادي الأهلي بساعتين انتوا كنتوا خدوا قرار انتوا تنزلوا لأول تشوفوا حكاية النادي الأهلي الروح الأهلي طبعا وبعدين فجئنا برضو والدي تكلم معهم بس مقاليش إلا حصل وتاني يوم فجئنا اللي هو احنا مسافرين بقى رايحين مصر رايحين قاهرة رايحين بقى النادي الأهلي فراحين بقى النادي الأهلي ففجئنا ان كابتن احمد رفعت رحمة الله عليه رحمة الله عليه والحاج سعيد حمزة كان عوض مدد الزمالك عندنا في البيت في اسكندريا لو انتوا جايين بقى للقاهرة لا قبل ما نيجي هما جولوا من البيت وإحنا لسه هننزل هننزلوا عطلوكوا بقى ما عطلوا ناش هما قالوا والدي قال لهم كل حاجة يعني قال لهم انا عندي معاد مع المسؤولين في النادي الأهلي وإحنا رايحين مسأله نروح نوديك مصر نوديكم مصر فهما طول الوقت بقى يعني بيحاولوا معنا ان احنا نروح اتجاهنا الزبائل لفيلا الموانس محمد حسن حل رحمة الله عليه رحمة الله عليه عشان اوقع هناك فالمهم على فكرة والدي كان زمالكوي جدا كمان اه والدي كان زمالكوي متعصب من اللي هما لما الزمالك يخسر يبقى يوم اسود في حياتنا يوم ازرع اه والله العظيم ويقفل التلفزيون ويكسر مش عارف ايه واضربنا يعني كان عصبي جدا اه ومتعصب جدا للزمالك ولكن هو اصمم ان احنا نروح على النادي الآن التزم بالمعاد التزم بالمعاد وهو برضو كان بيقول لي اه انا فضل انك تلعب هنا فضل تلعب فين في الاهلي في الاهلي اللي هو بقى النظرة بتاعته اللي هو حابب انك تبقى في النادي الاهلي غير على النادي الزمالك هو رؤيته هو رؤيته هو رؤيته وانا كان عندي الحتة دي من جواي